تشهد مدينة حمص وسط سوريا ارتفاعا كبيرا بأسعار المحروقات تزامنا مع تخفيض توريدات البترول المخصصة لمحطات الوقود دون تصريح رسمي من قبل الحكومة فيما تحدثت مصدر محلية عن احتكار إحدى الشركات التابعة لأسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد لسوق المحروقات منذ أشهر بعد سيطرتها على قطاعات اقتصادية همة في سوريا مثل العقارات والمصارف والاتصالات ها هي أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد تصل بشركاتها إلى قطاع النفط في محافظة حمص محتكرة سوق المحروقات في خطوة ستفاقم من معاناة السكان المتضررين أساسا جرال ارتفاع الكبير في الأسعار المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف في تقرير أن شركة المصر التي تديرها أسماء الأسد تحتكر منذ أشهر أسعار المحروقات في حمص وتجبر تجار السوق السوداء على شراء متطلباتهم بما يتناسب مع الأسعار التي يتم تحديدها من قبل القائمين على الشركة الأمر الذي انعكس سلبا على أصحاب المعامل والسيارات الراغبين بالحصول على المحروقات لتشغيل مصانعهم والتنقل بالسيارات بين المدن والقرى الريفية وتشهد حمص الواقع وص البلاد منذ نحو عام ارتفاع كبير بأسعار المحروقات في وقت خفضت الحكومة وبدون أي تصريح رسمي توريدات المخصصات البترولية إلى محطات الوقود وتحديداً البنزين الذي ارتفع سعر اللتر الواحد منه إلى حد عشرين ألف ليرة سورية والمازوت الذي اقترب من سعر ستة عشر ألفاً للتر المرصد السوري أوضح أن المتضرر الوحيد من ارتفاع الأسعار هو المواطن باعتباره الحلقة الأضعف مشيراً إلى قيام أصحاب المعامل والسيارات برفع أجورهم وثمن بضائعهم في وقت يتعمد أصحاب محطات الوقود بيع مخصصات السيارات المدنية من المازوت لتجار السوق السوداء بالتنسيق مع دوريات التموين التي تحصل على نسبتها من عملية البيع وكان تجار ومهربو المحروقات قد عملوا خلال السنوات القليلة الفائتة على استجرار البنزين والغاز المنزل المضغوط من داخل الأراضي اللبنانية مما سد احتياجات السوق المحلية في ظل عدم اتخاذ الحكومة السورية أي إجراء لتأمين متطلبات السكان بحسب تقرير المنظمة الحقوقية تنظم إلينا من باريس الدكتورة ساميران بيض سياسية وأكاديمية وعضو لجنة الدستورية السورية أهلا بك دكتورة ساميرا إذا نتحدث عن قيام أسماء الأسد زوجة بشار الأسد الرئيس السوري عن احتكار أو إدارة تجارة النفط في حمص نسأل هنا كيف يمكن فهم دخول أسماء الأسد على تجارة النفط وهي كانت التي تستحوذ على تجارة الاتصالات وربما المصارف وغيرها لماذا النفط؟ تحية طيبة لكم ولي المشاهدين والمستمعين في الواقع بالتأكيد أن هناك اليوم محاولات للهيمنة على سوريا وعلى الموارد السورية ولنقول بشكل أو بآخر انجراف بالسعي لوضع استثمارات غير سورية على الأراضي السورية ومن هذا المنطلق فعليا تقوم منظومة بشار الأسد وبشكل خاص المقربين منه وبشكل أدق كما تفضلتم في تقريركم تقوم أسماء الأخرس بالهيمنة على جزء من هذه الموارد الاقتصادية وهو جزء هام جدا وهو الوقود بشكل أو بآخر الأحفوري أو كل ما يتعلق بالمحروقات وإلى ما هناك فبالتالي بالتأكيد أن هذا التوجه ليس منفردا من وجهة نظري وإنما يدخل بمسار وضع لهذه المنظومة من أجل تفكك سوريا ومن أجل أفقار سوريا ومن أجل تجهيل شعبها وتهجير شعبها بشكل متزايد دكتورة سميرة كما هو معروف لدى السوريين أو بالعامية أقول دارج بين السوريين أنه تجارة النفط هي تعود لمهر الأسد بالتحديد شقيق البشار الأسد هل نتحدث عنه ربما هناك صراع أو تنافس بين زوجة الرئيس وأخ الرئيس هناك تغول حقيقة على موارد السوريين من قبل هذه المنظومة بمجملها من قبل كل دائرة السلطة الضيقة المقربين من بشار الأسد هم يعني يتغولوا على موارد السوريين ويحاولون السيطرة عليها بكافة الأشكال الممكن حقيقة وهذه الأشكال تتنوع بحسب المرحلة وبحسب الموارد المتاحة وبحسب الآليات والأدوات التي يمتلكونها فبالتالي اليوم نحن أمام حقبة تم الكشف الغطاء فيها عن كثير من هذه المساعي وهذه المحاولات لهذه مع موارد السورية فهناك دوما محاولة لتغيير الوجوه بشكل أو بآخر لتغيير مسميات الشركات لتغيير الأذرع التي تتعامل بهذه المنظومة لكن كما ذكرت في المداخلة الأولى فإن الهدف الرئيسي هذا ما يجب أن ننظر إليه وأن نعمل على الحد منه ومنع الوصول لهذه المسارات الكارثية بإفقار سوريا بإفقار السوريين والشعب السوري وبتهجيرهم وبجعل البلاد مرهونة بشكل أو بآخر للديون والاستثمارات ولكافة ما تسعى إلي هذه المنظومة إذن هناك هذا التسيير الاقتصادي وهو مستحدث بشكل أو بآخر بعد أن تم كشف الغطاء والتصدي لكافة لنقل الآليات التي كانت سائدة سابقا لكن ليس ذلك وحسب هناك إضافة إلى ذلك لدينا أيضا الزيف الذي تقوم به أسماء الأخرس تجاه مكونات الشعب السوري وهي من ساهمت بشكل مباشر حقيقة بقتل وبتهجير وبإضطهاد السوريين بجميع مكوناتهم إذن هي المناسبة اليوم أيضا لكي نكشف الغطاء أن هذا التلاعب السياسي هدفه اقتصادي فقط هدفه السيطرة وبيع أراضي السوريين وحقوقهم وهذا الأمر مرفوض تماما وندعو أهلنا السوريين والسوريات في كافة المناطق للتصدي لهذه المساعي ففي الواقع لا شيء يقابل اندثار سوريا واندثار هويتنا ولا يوجد أي استثمارات أو أي أموال في الدنيا ستكفي السوريين بعد أن يقضوا هويتهم وبعد أن يصبحوا مهمشين وأجراء في أراضيهم إن كان هناك استمرارية لهذه المساعي إذن دكتورة سميرة اليوم الحكومة أو النظام السياسي هو مستفيد بشكل كبير من استمرار استعصاء الحل الأزمة السياسية السورية بالتأكيد أن هذه المناطق الخاضعة لسيطرة منظومة بشار الأسد حقيقة هي اليوم تعمل بكافة النواحي للتغول على هذه المناطق لمقايدتها لقاء بقاء هذه هؤلاء الأشخاص في السلطة فبالتالي بالتأكيد أن السير نحو الحل السياسي هو ما سينقذ السوريين حقيقة هو ما سينقذ الهوية السورية هو ما سينقذ سوريا كدولة كبناء دولة للمستقبل بينما اليوم نحن نجد أنفسنا نقرأ ونشاهد ما تقوم به مافيات وليست مؤسسات حكومية وليست حتى منظمات مجتمع مدني إنما هو تغول مافيوي على هذه الأرض بتسير وبتحريك منجهات بشكل حتمي غير سوريا لأن السوريين لم يتخلوا بأي لحظة من اللحظات عن هويتهم عن تمسكهم بأراضيهم عن مطالبتهم بحقوقهم وبمواردهم فبالتالي بالتأكيد أن السير بالمنظور السياسي لنقل الذي ينطلق من واقع حماية سوريا وأهلها هو الحل الوحيد لرفع هذا التغول عن السوريين وعن أراضيهم طيب هل هناك أي أفق لتحريك ملف الأزمة السورية وإذابة هذا الجمود الذي حصل على الملف بالتأكيد أن اليوم لدينا ما يزيد عن 40% من الأراضي السورية لحسن طالع السوريين هي خارج سيطرة منظومة الهمجية والتغول فبالتالي علينا الانطلاق من هذه المناطق فعليا وعلينا البدء بتأسيس دولة سوريا الحديثة من هذه المناطق وإحقاق حوق السوريين ومطالبهم ومواطناتهم وصولا إلى جميع الأراضي السورية لذلك الانطلاق دائما سيبدأ من هذه المناطق التي فعليا نجت وفيها ما يزيد عن مصخ الشعب السوري كما ذكرت من الناجيات والناجين من هذه المنظمة وهذا التغول فمن هناك علينا أن نرتكز بنقطة الانطلاق بالحل السياسي بعيدا عن كافة الأطراف التي صنعت فعليا لمنع نهود سوريا ولمنع تقدم بأهلها وبمجتمعها وباقتصادها باعتقادك طالما نتحدث عن يجب الخروج بسوريا الحديثة من هذه المناطق من يملك الجرأة أو القوة لفتح باب الحوار والتفاوض بين جميع القوى السياسية المتواجدة في هذه المنطقة الأربعين في المائة؟ في الواقع يعني يفترض أن يكون لدينا الإطار الحيادي الإطار الحيادي يفترض أن يكون ضمن نطاق اللجنة الدستورية فعليا ضمن نطاق المجتمع المدني وضمن نطاق الانطلاق نحو بناء هذه المناطق نحو تأسي سوريا الحديثة من هذه المناطق إذن اليوم أطراف الصراع لا تستطيع الوصول إلى حال يعني هناك 13 عام وراء السوريين قد تعلموا الدروس هذه الأطراف فعليا هي ضمن هذه الأطر ضمن هذا القيد الإيديولوجي دعنا نقول بشكل أو بآخر لم تتحرر من المنظومة الشمولية ويتم تحريكها بالسلاح ويتم تحريكها بالدفع لنقل الطائفي والمذهبي والقومي وكل ذلك يؤدي إلى عدم وصول إلى نتائج لذلك اليوم فعليا الأطر الحيادية يجب أن تبدأ عبر العمل الدستوري أن ننطلق فعليا أن يكون هناك اعتراف بواقع السوريين بحقيقتهم أن هناك مناطق أن هناك توجهات مختلفة في هذه المناطق وهي تشكل بمجملها غنى للشعب السوري وغنى لمستقبل سوريا فبتالي عندما ننطلق من هذه الأطر يمكننا بناء دستور سوريا الحديث انطلاق المناطق الخارج عن سيطرة منظومة التغول والهمجية وفعليا الاستمرارية بمسار سوريا الحضاري والذي هو قائم على تنوعها بكافة الأطياف والمذاهب والقوميات والتي تحاول منظومة الهمجية ولطالما حاولت أن تمحي هذه الهويات وهذا الأمر لن يحصل لأنه لو بقي إنسان سوري واحد متمسك بهذه الهوية فهي باقية ومستمرة طيب بسؤال أخير في ظل استمرار الوضع الراهن لحل الأزمة السورية ووضع اقتصادي منهار باعتقادك هل يمكن تحسين وضع اقتصادي في ظل وجود هذه المنظومات وأمراء الحرب وهذه الأنظمة التي تستحوذ على مقدرات الدولة هل يمكن للاقتصاد نتحسن باعتقادك؟ بظل أمراء الحرب لا يمكن للاقتصاد أن يتحسن لكي يتحسن الاقتصاد يجب علينا فعليا أن ننطلق من الأطر الحيادية المدنية وأن يكون هناك تنظيم لهذه المناطق وتحييد لكل ما يؤدي للصراعات ضمنها لكل ما يستخدم السوريين والسوريات كوقود حرب ولذلك أؤكد باستمرار على أننا يجب أن ننطلق من رؤية طويلة الأمد عندما نقول نريد بناء دستور سوري حديث لمستقبل سوريا الحديثة انطلاقا من هذه المناطق فليست رؤية لنقل لتقاسم السلطة مع منظومة الهمجية والتغول لأنها ستقع على الصراعات وستؤدي فعليا لتدهور مستمر بهذه المناطق وليست أيضا رؤية على مدى غريب أو متوسط إنما هي رؤية طويلة المدى إنما يجب أن تبدأ بهذه المرحلة والتي هي مرحلة مفصلية قبل أن تفقد سوريا المزيد من أراضيها والمزيد من شبابها وشبانها والمزيد من مواردها أشكرك جزيلا شكر من باريس دكتورة ساميران بيين سياسية وأكاديمية واضو اللجنة الدستورية السورية